فاضيلي دي ايه معك دي ايه واحد بس مش عايز اختم معاك قبل ما اسألك على احمد الكندوسي وتقيمك او رأيك في اداء المهات احمد الكندوسي النهاردة بيعمل حاجتين الحاجة اللي هو انه بيأكد لك تاني على المهام الجديد البروفايل الجديد اللي خلقه مرس الكولر لمركز 8 مش للعيب بعينه مش الحمدي مش لكندوسي مش ديانج مش عمر السلية هو بيقولك انه كل لعيب منهم بيدينه مهام مختلفة لعيب مركز 8 متعودين عليها هو اللعيب الارتكاز المساند اللي بيعمل باصلز لقدام او بيعمل عملية الربط خلينا علشان الوقت نستعرض الشغل اللي عمله الكندوسي نهاردة خاصة فيه الستين دي ايه الاولى والشكل اللي كان عمله الكندوسي انه هو كان رئة دايما بيتنفس منها النادي الاهلي ودخول احمد عبدالقادر انسايد كان بيدايما بيرحل بص اللي عمل الفنت ده وهاريكو بيعمل الفنت تاني اللي عمل الفنت ده وعمل الكروس هو احمد كندوسي في مركز الجناح مش مركز 8 خالص هنا فنت ممتع فنت ممتع بعدها تصويبة استدبعها الراكلة اللي سددها علي معلول احمد الكندوسي نهاردة هوريكو بيتواجه كمان داخل منطقة الجزاء في الشوت التاني الكرة دي لما تكمل هتلاقي انه اللعيب اللي بيعمل عملية الزيادة بينزله طبعا محمد شريف هو اللي عمل عملية السقوط مين اللي داخل اللعيب مركز 8 يا كريم اللي داخل يكمل لولا انه تدخل معه ولدي الكارتي باجادة كانت هدف محقق والشباك فاضية بعد التمريرة تواجد الكندوسي جوه منطقة التمنتاشر يقولك حاجتين الوعي التكتيكي اللي عند العيب اول منزل محمد شريف دخل هو كمل مكانه اتنين التدريب والشغل بتاع مارسي الكولر مباراة جيدة جدا قدم احمد الكندوسي النهاردة وشايف انه هيعتمد عليه بشكل كبير مارسي الكولر خلال المباراة اللي جاي